في مؤتمر قمة الشراكة الشرقية التي تجمع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وست دول من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة والمنعاقدة بالعاصمة اللاتفية ريغا أبدى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الجمعة ثقاته بالتوصل إلى اتفاق مع عاقادة أوروبا حول أصلاحات داخل الاتحاد على الرغم من صعوبة المسألة بريطانيا غير سعيدة أنا لست سعيدا مع مفهوم اتحاد أوثاقها من أي وقت مضى هذا ليس الأساس الذي انضممنا من أجله لذلك دعونا نحل الأمر لست سعيدا أن نسوقا واحد محمية عندما ترى دولا في منطقة اليورو عليها أن تتقدم نحو تكامل أفضل دعونا نجد حلا لست سعيدا مع حجم الهجرة والتفاعل بينها وبين الرعاية الاجتماعية هل يمكن أن نحل هذه القضايا؟ بالتأكيد نعم ووعد كاميرون الذي أعيد انتخاب حزبه بالأغلبية مؤخرا بإعادة التفاوض حول عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي قبل تنظيم استفتاء في نهاية 2017 حول بقاء بريطانيا داخله